ما حكم صلاة التسابيح صلاة التسابيح سبق شرعها قبل أيام في المجالس التي أملاها محمد بن عبد الرحمن المخلص وشرحنا وبينا أنها بتشهدين وأنها سنة ثابتة ونعم هناك من أنكر هذه الصلاة مثال الحنابلة لكن المسألة قائمة على مبحث حديثي وتبين لنا أن عددا من كبار الحفاظ ذكروا الطرق والروايات الكثيرة التي تثبت صحة هذه الصلاة أمثال الضار قطن في جزء وأمثال الخطيب البغداد في جزء وأمثال ابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهم وكذلك الفقهاء من الشافعية والحنفية ذكروها ثابتة ومن المعاصر شيخنا الألباني رحبه الله فبالتالي هي صلاة ثابتة وهي سنة إن شاء الله فبالتالي هي صلاة ثابتة